قائد ثورة الحنات محمد علي الولد الجنن طبعا يعني جنان 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 ايه اللي بيحصل الناس ما نزلتش ايه اللي حقون ايه المصريين ما نزلوش ايه 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 حصلوا حالة تلع لانه لم يجد اثرا او صدا لدعواته تعا سمعوا هو بيشتب الشعب المصري ايه شعب مصر وحزب الكنبة اللي قاعد المتخلف اللي قاعد يتفرج علينا انزلوا يا بقر انزلوا انزلوا دفع عن بلاته ده بيشتب الشعب المصري العظيم لانه هو واحد واطي مش متربي ابن حرام كل اللي الاوصاف قولها براحتك خالص غير اقلق يعني ده قائد ده قائد مين قائد ثورة ايه احفظوها بقى ثورة ايه ابراهيم ثورة الحنات ده قائد ثورة الحنات المدعو محمد علي سمعها لي تاني يا وليد من فضلك وهو بيشتب الشعب المصري العظيم شعب مصر وحزب الكنبة اللي قاعد المتخلف اللي قاعد يتفرج علينا انزلوا يا بقر انزلوا انزلوا دفع عن بلاته متشكرين يا زوء بيشتب الشعب المصري بيقول لهم يلا يا بقر ده مين ده واحد بيتطول على شعب فيه مئة مليون بيتطول على شعب فيه ابوه وامه وعيلته بس ابوه وامه وعيلته يستحق ان هم يبقوا كده عشان ما عرفوش يربوه ما عرفوش يربوه لا مش خلاص يا براهيم ابوه ما عرفش يربوه هو ابن حرام واضح في هذا كلام وما اقدرش اغير ما اراه انه ده ابن حرام مصفي تعالوا نشوفوا بقى تعالوا نشوفوا ده شتم المصريين كلهم المت مليون تعالوا نشوفوه وهو الواقح قائل ثورة الحنات بيشتم الاخوان اللي خزلوه والمعارضة والاعلام الاخواني اللي خزلوه يا قناوات المعارضة فين مريحة ولا بعافية ان شاء الله ولا المزعين مريحين في البيت ولا ايه احنا بنكل في الشارع والناس في الشارع ولا انت بس في الحين في الكلام ما تطلعوا يا بشوات يا بهوات وطلعوا اتكلموا اجيبوا اخواتكم اللي في الشارع ايه يا بشوات ماشيين بالمواعيد يعني مثلا حضرتك هم من بس مقهورين على شعب مصر ومصر ايه مصر بتنزل ولا بتقبادوا بان عليكم حساب ده ان انتوا بتقبادوا يلا يا بيه عايزين يشوف قناة المعارضة فين ده انت عندكم جيمية قناة ما تطلعوا تجيبوا شعب مصر ولا تلزمونا لو اللي مش هيطلع ما يلزمناش احنا حنقوم بيها للغلابة واخوات اللي في المعاد والبشتين وفي الكداية وفي كل حطة في الدنيا اطلعوا حنحرارها احنا حنحرارها مش بيحتاجين حد معانا معانا ربنا سبحانه وتعالى فوق الخل وحنعرف بسان نرد بلدنا يا اخوانا يبقى قال الشعب المصري شعب بقر يعني انا اسف يعني وقال على الاخوان وعلى الاعلام التانين ان هم اخوانا وبقبضوا الولد قرى بيجنن يعني محمد عليها تلاقيه ماشي دلوقتي في شوارع اسبانيا في مدريد او في برشلونة او غيره اه تلاقيه موجود ماشي بيطف سجار في رأسه وماشي بيقطع جرائد ماشي في الشارع بيلم لانه خلاص الجنن فقد عقله من ما جرى فاكر امبارح هو بيشتم على المصريين يقول لهم انا لسانه طويل يعني هو امبارح قال انزلوا وايلا هو اريكم فهدد الناس امبارح بهذه الحركات الخليعة والدنيئة والنهاردة بيتكلم بيقول لناس بقر وبيقول لناس انه مخوانة تعالوا نشوف امبارح هو بيهدد الناس بيقول ايه مش حينفع ننزل مظاهرات زغيرة واحتجاجات زغيرة مش عايزة سيب بوالعن ده انا لساني طول كده مش عايزة سيب بوالعن ده انا لساني طول كده يعني هو ده القائد قائد معركة او ثورة او تظاهرة او حركة الحنات المدعو محمد علي ابن الحرام هذا المدعو بيدعو المصريين للنزول ولا مبارح قلت انا مندهش مين يسمع كلام واحد ساقط مين يسمع كلام واحد بهذا السوق الاخلاقي لا شكلا ولا مضمونا ولا خلقا ولا يعني ده عبارة عن يعني عبارة عن حشرة دنيئة عبارة عن كائن طفيلي عبارة عن سميه كماشئت والاخوان طبعا من ضعفهم من هطلهم بيركبوا الفيلم قال لك اي حاجة توصلنا الى ما نصبوا اليه لكن ما اريد ان انوه عنه هو الحالة النفسية اللي وصلها الاخوان بشكل عام بعد سقوط كل دعواتهم وبعد فشل كل تحركاتهم وايضا محمد علي نفسه المفروض يتحلل نفسي وانا بادعو الدكتور المحترم العالم احمد عكاشا وعلماء النفس الموجودين في مصر واطباء النفسيين يدرسوننا بجد الظاهرة من الناحية النفسية يعني محمد علي ثلاث فيديوهات انا استطيع وازعم انه وراء هذه الطريقة في الكلام وفي الحوار وشكل تحركاته وحركاته ده بيعكس قراءة نفسية وفيه ابعاد نفسية لهذه الشخصية يعني يفككوننا الكلكيع واللغة نتمات النفسية اللي بتتحكم في هؤلاء وبتحكم يعني اداءهم وسلوكهم انا ايضا ادعو الدكتور عكاشا الى انه يعني معلش اليومين دول يدينا شوية وقت في تحليل بعض هذه الظواهر واولة محمد علي وهاجا اقول مين تاني ومين تالت لانا فيه ثلاثة اربعة المفروض يكون قدامنا تحليل نفسي واحنا بنقرأ شخصيتهم حتى نستطيع ان نفك لغرتمات العقد النفسية الموجودان محمد علي يعني بالتأكيد عنده كم من التعقيدات وكم من المشاكل نفسية لها اسباب اكيد تاريخية واسبابه وصغير وكبار وغيره لكن في كل الاحوال احنا عايزين نقرأ لنتعلم نشوف ازاي من هذه النماذج الرديئة والسيئة يمكن احنا نستطيع ان نتنبأ بسلوكها